النهاردة الحقيقة كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي استقبل ظهر اليوم في مقار النادي في الجزيرة كابتن نصارة ظهري رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة والكابتن إسلام الخبيري المدير المالي للجمعية طبعا ورصة ترحي إسماعيل الخيبري المدير المالي للجمعية ورحب كابتن خطيب بالوفد طبعا السعودي وأكد على قوة العلاقات اللي بتجمع بين الأهلي وكل الأندية والهيئات الرياضية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رغبته طبعا في التأكيد على التعزيز الدائم لكل أوجه التعاون بين الجانبين على كافة المستويات من ناحيته أكد الظاهري وعبر عن ساعدته بالزيارة النادي الأهلي وعن لقاءه بكابتن محمود الخطيب وأشاد في الوقت نفسه بحفاوة الاستقبال اللي بتعكس الحقيقة على قتل الأخوة والمحبة اللي بتربط بين الجانبين المصري والصعودي وأكد في نفس الوقت على اعتزازه الشديد بتقدير رئيس النادي الأهلي للجهود اللي بتقوم بيها الجامعية في خدمة كل الرياضيين في السعودية وأشار أنه الجامعية بتعمل بمنطقة بكة المكرمة وتتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع نادي بحج مقيمة النادي الأهلي وأنه أكيد بيثمن على دعم الكابتن محمود الخطيب لهذه المبادرة وعلى توجيهاته كمان بتفعيلها على أرض الواقع وده بيمثل ليهم أهمية كبيرة جدا بتسعى الجامعية للاستفادة من تجربة النادي الأهلي الرائدة ونجحاته على كل المستويات وقام الوفد السعودي في نفس الوقت بجولة داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة تفقت خلالها ملعب مختار التتش ونصب التذكاري للشهداء وصالة الأمير عبدالله الفيصل في ختام الجولة أدم كابتن محمود الخطيب درعه عالم النادي إلى الظاهري والأدم بدوره درع الجامعية لرئيس النادي الأهلي تقديرا لعلاقة التعاون الكبيرة بين الجانبين